نبقى في السياق ذاته فقد تباينت أراء طلبة الثانوية العامة في محافظات المملكة حول امتحان الرياضيات الذي عقد اليوم لجميع التخصصات الفرعية والمهنية لنستمع الامتحان كان من متوسط لصعب الأجواب في القاعة هادي الوقت الامتحان كان يعني كافي ما فيه أي مشاكل الحمد لله والله إلى أسئلة اليوم الحمد لله كانت وسط يعني كويسة مي صعبة كثير ولهي سعلي كثير أسهل من السنة اللي فاتت فيه أسئلة متوسطة أسهلة سهلة وأسهلة صعبة فتوقيت الامتحان ساعة وربع ما بكافي مو كافي إنا أعطونا كمان عشر دقائق ومع ذلك ما كفى لأنه ما بدك تلحق وتحد أسئلة طويلة توزيع علامات قليل الامتحان والله كان صعب والقاعات يعني جو عن جد حامي جدا والأساتي يعني كنا متفهمين معنا بس الامتحان فيه شوية صعوبة والله امتحان لرياضيات المستوى الثالث اليوم كان مناسب جدا يعني يواجه شوية سهولة وكمان شوية صعوبة يعني تقريبا لكل الفئات فيه أسئلة سهلة وفيه أسئلة صعبة والوقت كان الحمد لله كافي والقاعة كانت كويسة الحمد لله جابوا لنا مراوح وما نقصنا شي ما يفيشي إذا جاب لك مي سخني وبيكون مي مش صحي يعني غلط أن الواحد يشربه ثاني شي حكوا على التلفزيون أو الأخبار فيه مكيفات فيه مراوح المراوح مش جايبه على حالها يعني قاعد يتهوي انت على الفاظ هوا سخن المراوح والمكيف فيش مكيفات تغل مش عنا أكيد عند اللي فوق فوق الله امتحان صعب والجوج هو نار نار إذا المراوح مش فوي على حالها والمي قمام يجيب لك سنة مرة مي والامتحان طلع صعب هناك ما في يعني امتحان كان متوسط وسهل على الدارس وصعب على المسدارس امتحان كانت صعوبة متوسطة جدا إضافة إلى ذلك أنه كان الوقت كافي مع أنه الأسئلة من ضمن المنهاج امتحان ما شاء الله كان كويس وأمور تمام اليوم امتحان مستوى ثالث رياضيات كان الامتحان كثير سهل متوقع والأسئلة كانت جيدة جدا والأجواء ده للقاعة ممتاز جدا كانت الأسئلة مش متوقعة يعني كانت نحن قلنا متفكرين أسهل من هيك بس طلعت صعبة شوي وفيها رباك في القاعة من قبل المراقبين اشتركوا في القناة